قصة ليلى والذئب كان يا مكان في قديم الزمان وسالح العصر والأوان طفلة تدعى ليلى ذات الوشاح الأحمر وفي يوم من الأيام حدثت معها هذه القصة قالت الأم خذي يا ليلى سلة الطعام هذه إلى جدتك وحذاري أن تكلمي أحدا في الطريق قالت ليلى حاضر يا أمي وفي أثناء سيرها رأى الذئبا قال لها كيف حالك يا ذات الوشاح الأحمر أتلعبين معي يا خلوة قالت ليلى لا عذرا فأنا مستعجلة وأريد أن أذهب إلى بيت جدتي لأعطيها ثلة الطعام هذه قال الذئب إذن ما رأيك أن تجمعي لجدتك بعد الظهور واستغل الوقت بذلك لكي يسبقها إلى بيت جدتها وبينما كانت الجدة ترتب سريرها رأته من النافذة وأصيبت بالذعر واختبأت في الخزانة دخل البيت فوجد سرير الجدة فارغا فنام مكانها وظن أنها في الخارج وأخيرا وصلت ليلى المنزل فوجدت الباب مفتوحا وكانت تحمل سلة الطعام بيت وبالأخرى الزهور قالت ليلى كيف حالك يا جدتي ولكن ماذا حل بك ولما طالت أذناك هكذا وصمكي أصبح كبيرا إلى هذا الحد ولما أصبحت أسنانك حادة مخيفة قال الذئب إني مريضة يا ليلى ولذلك تغير صوتي وشكلي لن تقتنع مما سمعت فقال الذئب لها أذناي أصبحت كبيرتين لكي أسمعك جيدا وفمي كبير وأسناني حادة لكي أعكلك فأنا الذئب وهم الذئب أن يأكلها وصرخت ليلى أنقذوني أنقذوني فسمع الحطاب صوت صراخها وضرب الذئب فهرب وهكذا أنقذ الحطاب ليلى وجدتها فشكرتاه على شجاعته وحسن تكبيره وهكذا انتهت القصة إلى اللقاء